اشتركوا في القناة 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 ابا خليل اين انت يا ابا خليل ابتعد ابا خليل اشتركوا في القناة 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 منذ أيام لم أكل شيئا يشبعني إلى هذا الحد الأكل شاهي جدا لقد كنت نهاري صائما وليلي قائما بالصلاة بالانقطاع لقد صليت عدد الصلوات التي فاتت أباك وأبي يا سيدي أو أكثر من ذلك رأيت إن مسلما في الكوفة وأنا كنت واثقا أنه لم يخرج منها وشائعة خروجه من الكوفة كانت خطة كي لا نبحث عنه لها من سذاجة إذن مسلم في بيت هانئ لم يغطر ببالي هكذا مؤامر أبدا إن مرض هانئ ليس إلا كذبة لقد تمارض هانئ حتى يخفي مسلما في بيته فيتنادى زعماء القوم وبحجة عيادتهم لهانئ يلتقون بمسلم ويتأمرون علينا ظنا منهم أن هذه الخدعة تنطل علينا ويل لك يا هانئ أنا أديت كل الواجب في حقك واحترمتك وأنت بماذا تقابلني؟ بالخيانة جيد جدا كم كانت عيادتنا لهانئ في موقعها المناسب كي لا يلومنا قوم هانئ إذا ما قصمنا ظهره تعال يا بني هيا اسحب الأحباء والخمر من النساء لعب مسلم قد اختفى تحت ابحث عنه جيدا انهض يا هانئ لقد انكشف عمرك أخبروا قوم مفحج لقد تجرأ ابن مرجون عن هدف الحرمات يتضحم الأبواب على بيوت المسلمين يمزق العباءات على رؤوس أعراضهم لست ابن عروة إلا نهدم الكوفة على رأس هذا الكافر سترون من أنا سترون ماذا سأفعل للناس تسلم هذا أنا يا هانئ أنا المجاهد صاحب صاحب الثلاثة ألاف دينار أتذكر حقوق الخمس؟ هل تتذكر عندما أعطيتها لمسلم ابن عقيل؟ أتتذكر تلك الدنانير يا هانئ؟ أم أنك قد نسيتها؟ سوف أتنسى كذبتك السابقة شريطة أن تكون صادقاً معي أجبني بصراحة أين خبأت مسلماً؟ عليك أن تسأل قائد شرطتك عديم النخوة هذا الذي هتك حرومات النساء واقتحم البيوت ولم يجد مسلماً ولو كان مسلم في هذا المكان لوقع بيد جلاوزاتكم يا هانئ اسمعني جيداً كان أبي صديقاً مقرباً لك لا تدعني أصحق حرمة صداقة والدي فأعاملك بغاية القصوة قل لي أين مسلم؟ مسلم كان ضيفاً عندي لبعض الأيام وقبل أن تأمر وتطلق كلابك المسعورة يابن زياد على أهل بيتي عندها خرج مسلم من هنا وإلى أين ذهب؟ أنت أحد أنصاره المقربين ولابد أنك تعرف إلى أين ذهب ألا تعرف؟ لا 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 أنا لا أعرف أيها الكارب ألا تدعونا لربك المسعورة أتسمع أتسمع يا ابن حريط نعم يا ألمير ما كل هذا الضجيش لا أعلم فديتك يا أمير لعلهم قوم مدحش إنها قميلة هانئ مسلم ابن عقيل كان ولا يزال في حمايتي أمهلك فرصة لتخرج من الكوفة وتترك نهائيا أمر مسلم وإلا سوف أهدم الكوفة على رأسك يا ابن زياد أتسمعون أيها المسلمون هل ترون هذه الوقاحة هذا الرجل يتهجم علي ويهينني في عقل إمارتي أقسم إنها إهانة لا يغسدها إلا الدم يا معقل أحضر شريح القاضي ابن حريط نعم يا أمير احبسوا في غرفة أتخيفوني لنعيق الغربان؟ هذاري يا أمير هؤلاء قوم المشاغلون أرجوك لا تظهر أمامهم الملاح الذي يخشى العواصف لن يصل إلى مقصده يا عسود مفحج أرجوكم اسمعوني يبدو أن ساكني هذه القصور قد سمعوا صيحاتكم أنتم أيها المختصبون أطلقوا صراحة هانئ وإلا سندمر هذا القصر على رؤوسكم إخوتي يا آل مذحج هانئ ليس أسيرا كي نطلق صراحة ومن أنت؟ أنا أحد خدامكم أنا ابن زياد لقد سمعت أن آل مذحج قد شهروا سيوفهم وقصدوا دار الحكومة فلم أصدق فجئت لأرى بأم عيني يا أحبتي هذا ظلم كبير منكم في حق ولي أمركم أقسم بالله إنني لم أحضره إلى هنا إلا كصديق عزيز ليكون ضعيفا علينا لبعض الأيام حتى تغمد غائلة أنصار الحسين إن كبار قوم آل مذحج يعلمون مدى صداقة والدي زياد رحمة الله عليه مع هانئ بن عروة المذحجي وكم كان عزيزا عليه وأنا لا أريد أن أكون خلفا سيئا لوالدي لذلك أريد أن أرعى هذه الصداقة ولو كانت لي معه عداوة لما ذهبت لعيادته إن أهل الفتنة يعلمون ما مدى نفوذ قبيلة مذحج فيريدون أن يلوثوا هانئا في فتنتهم لهذا أتينا به إلى دار الحكومة كي لا تصل أيديهم إليه وبذلك فوتنا عليهم فرصة قتله هذا هو الأمر ببساطة أنت تقول هذا لأن بريق سيوفنا خطف لونك ولكننا سمعنا أنك قد عمرت بقتل هانئ إن هانئا مريض وإلا لكان جاء إلى شرفة القصر ليثبت لكم وليحدثكم بنفسه عن أن ما أقوله هو الصدق إن كنت تحب هانئا كما تزعم أخبرنا إذن لما هاجمت بيته وهتكت حرمته معكم حقا تفكروا هكذا وهذه الحادثة مثل قصة جاهل يلقي حجرا في البير لا يستطيع مئة عاقل إخراجه هذا خطأ بعض أفراد الشرطة أرسلته ليأتيني بالعمامة أتاني بالرأس ولكن كونوا على ثقة يا أحبائي بأنني سوف أعقبهم عقابا شديدا المذحجيون جميعا فداء لهانئ ونحن نقسم بالله لو قطعت شعرة من رأسه سيكون عقابك عسيرا يا إخوتي من آل مذحج اسمعوا لطمئنانا على أقوال هذا الرجل فما لم تشاهدوا هانئا بعيونكم فلا تصدقوا حسنا إذن إذا لم تصدقوا ما أقول فما عليكم إلا اختيار حكم محايد ليدخل القصر ويلتقي بهانئ ثم يخرج ليبلغكم بصدق ما أقول هل تقبلون شريحا القاضي؟ نعم نقبله القاضي شريح رجل متدين وهو صادق نقبله نقبله حكما بيننا بالأمس ميثم التمار واليوم هانئ وقد يكون غدا دوري أو دور أحدكم فإذا استمرت الحال على هذا المنوال حتى قدوم الإمام فسيقد بن مرجانة على زعمائنا ولن يبقى حينها سوى بعض العوام الذين يستطيع إسكاتهم شيخ ظاهر التعبد مثل القاضي شريح ببعض الآيات القرآنية والأحاديث كما أخذوها هانئا وضربوه وأسكتوا قبيلة مذهج إذا بقينا صامتين ولم نتحرك لنصحح الوضع فإذا على الثورة السلام أنا لا أريد أن ألوم أحدا وأنت إذا ظننت بذلك فسوف تكون مدينة لي ولكن الحقيقة هي لو لم يغطرها مرسم بن عوسجة بصلاوات ليل معقل ذلك الماكر المتظاهر بالتشيع ويأخذه إلى بيت هانئ لما حدث ما حدث يا إخواني يا حضرة الشيخ أنا جئت من قبل ابن عمي الإمام الحسين إلى الكوفة لأكون شاهدا على صحة دعوات الكوفيين وحتى الآن قد بايعني ما يقرب من ثمانية عشر ألفا وبناء على هذا كتبت إلى ابن عمي الإمام الحسين ليأتي إليكم لكن بعد الأحداث الأخيرة ألا يحق لي أن أشكك في الأمر قليلا بما تشكك يا مسلم بعدم وفاء هؤلاء بعهدهم اليوم آل مذحج أثبت للجميع أن هؤلاء القوم صوتهم يرهب القريب والبعيد من الناس لكنهم عند العمل لا أثر لهم وقد تقاقروا وهذا يعني نقدا كبيرا للبيعة فإذا كانت قبيلة عظمى مثل قبيلة مذحج تنخدع بمواعد القاد شريح وتترك زعيمها من دون أن تنجدها أو تساعده فهذا يعني انعدام وفائها فماذا ستفعل مع ابن عمي الحسين غدا فهو لا قوم له ولا قبيلة هنا قبيلة ابن عمك وقومه هم من بيعوه يا مسلم وبيعتهم فوق بيعة الدم والقبيلة والأصل هذا ما أقوله بالفعل يا إخواني الآن وقد خذلت قبيلة مذحج زعيمها بعد أن خدعها القاد شريح وظل لها بمكره ترى لماذا لا نرى قيم القبيلة أنا لا أملك إذن الجهاد لكن أرى القيام من أجل هانئ واجبا علي وعلى البقية أزمة هانئ تحتم علينا أن لا نقف متفرجين على ما يحصل له من ظلم أنا لست موافقا مطلقا على القيام بأي شيء قبل وصولي لإمام الحسين إلى الكوفة لأنني أخشى وأخاف أن يضيق على الإمام الحسين الساحة بحجة القيام بذلك الأمر وبأن يثير الافتراءات الماضية بين عوام الناس كافة وكذلك بأن يدعوا بأن الإمام الحسين هو طالب سلطة وطالب حرب أيضا وبأن يشيع بين الناس بأنه يطالب بميراث جده كما أنني لا أوسيكم بالقيام بذلك ولكن إن أردتم أن تسدلوا بأدلة مسلم في حماية صاحبكم هانئ بن عروة فلا جناح عليكم إلى أين يا سليمان؟ أذهب لأنتظر يوسفنا كما انتظر نبينا يعقب ابنه الحبيب يوسف ألم تشارك في نصرة هانئ؟ لقد سمعتم رأيه ولكنني لا أمنعكم من ذلك لكنك أنت الخصم والند للقاضي شريح إذا أنت تركتنا يبقى شريح يسول ويجول بالأحاديث والآيات المجعولة والأكاذيب فيضعف بذلك عزائم الناس المسطهر ابن زياد لن يرسل خصوما مثل شريح إلى ساحة الميدان مرتين إذا فعل وأرسله سأحضر بطيبة خاطر يبنى عوسجان أبلغ المختار الثقافي بالأخبار فورا يبنى مظاهر اذهب إلى المسجد حالا ونادي بأعلى صوت يا منصور أمت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا يحدث يا شمر ما معنى ندائي يا منصور أمت لقد نفخ إسرافيل في الصور يا ابن حريث احترس أرجوك إن مسلما وأنصاله قد قصدوا دار الإمارة ويقودهم ابن ثمامة السعدي وابن جعدة الجدلي اشتركوا في القناة هؤلاء الكفار من أين أتوا ومن أي جهنمان؟ لا تخف لا تخف إذا بدأ عليك الخوف فالناس سيشترون الجحر بمئة دينار ليختفوا فيه أنت رجل المخاطر والعواصف والمواقف الحاسمة ألست الذي كنت تتمنى أن يبدأ مسلم الهجوم؟ فها هو مسلم قد أشعل الحرب وهذا ما نريده فعلا هذه أمنيتك كنت أريد ذلك ولكن ليس الأهد عمر بن سعد لم يجاهز بعد جيشا عدده عشرة ألاف مقاتل بدلا من الاعتماد على جيش عمر بن سعد استمد العون من الجيش الخفي جيش حيالك وخداعك ما لك قد ارتبكت؟ الخوف عدو العقل فإذا خفت توقف عقلك اسمع يا معقل اسمع هذا الهدير يدل على أن عددهم كثير لا يقلون عن ثلاثة ألاف رجل ألفان أو ثلاثة ألاف لا يساوون شيئا قبل الاثنى عشر ألفا من الجيش القادم للكوفة هل صدقت هذه الكذبة؟ لا لكنني أصدق تدابيرك أنت أتريد أن أحضر القادي شريحا؟ لا يا معقل لا القادي شريح قد انتهى مفعوله وتأثيره بعد غائلة المدحجيين قد انفضح ينبغي أن نلجأ إلى عجل السامرية معقل إلى الذهب الذهب أتسمع ليحضروا لي كل ما في الخزانة من ذهب أنا أؤمن بمعجزة الذهب صار مسلم بالحديد وابن زياد سوف يثور بالذهب يا أهل الكوفة لقد نهطت من أجل إقامة القسط وإحقاق الحق وقطع جذور الفسق والفساد أنتم شهرتم صيوفكم ضد الذين استهانوا بالوحي واتخذوا الكذب نهجا وراحوا يكنزون المال ويبخسون الناس حقهم ويظلمونهم وقد جعلوا السلطان لأغراض الله والعيش واللعب ولم يتجنبوا الافتراء والارتشاء وصيروا الغيبة للتفكه والتسلية وأهملوا الصلاة والصيام فجعلوا هما وسيلة للتفاخر والتظاهر تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعادوا إلى الجاهلية الذنوب من شاؤها ضعف الإيمان والمعاصي من شاؤها الشرك بالله وإنكار يوم الميعاد المذنبون يرون الموت فناء إنما الموت بقاء الموت حق والميزان حق والقسط حق أيها الناس أنتم بايعتم بأيديكم من قام من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سنة جده محمد خاتم الرسل والأنبياء وهذا الدليل هو ابن عمي الحسين بن علي وهو قادم إليكم فتثبتوا على بيعتكم لإمامكم ولا تخافوا أحدا إلا الله أيها الناس الله بمن سمع وآمن رحيم وكريم وعلى من عصى وتجبر جبار قهار يا أهل الكوفة اليوم جئنا لنصرة أخينا المؤمن والموالي ليهاني بن عروة ونحن نقول للمتمسكين والمتشبثين بكرسي السلطان أن يتركوا الأمور لأهلها فوالله لا لا ولاية لهم عليكم بعد هذا اليوم وإن أبوا واصطعصوا وخالفوا إرادة الأمة فليس لهم إلا سوء العاقبة والخذلات تقع كل هذه المصائب وأنا لا أعلم بها أنا آسف يا أبا إسحاق إن أحداث هاني بن عروة والمذحجيين قد وقعت بالأمس وأنا لم أكن على موعد لقاء معك وقد بحثت عنك فلم أجدك وهل كنت في بحر ظلمات لو بحثتم عني بين بعض قبائل الصحراء لو وجدتموني حتما لقد أخبروني اليوم عند الغروب أن مسلما قد ثار هل أطير بجنحين كي أصل إلى الكوفة هذه الليلة لو بذلنا جهدنا كي نجمع المقاتلين فلن نستطيع مهما حاولنا أن نصل إلى الكوفة قبل غروب شمس الغد غالبية الجيش مشاه وأنا بالطبع علي أن أسير معهم وأكون معهم يا كيان كن مطمئن البال يا أبا إسحاق الأمور في الكوفة على ما يرام لله الحمد أن الكوفيين قد استجابوا لدعوات مسلم فثلث الثائرين إلى جانب مسلم وهو يكفي لهزيمة بن مرجانة لكن مسلما كان يود أن يرى المختار إلى جانبه لكي لا يحرم من لذة الانتصار موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اعجب كيف وافق سليمان على هذه الثورة سليمان لم يوافق على القيام يا مختار وكان يعتبره مكروها لكنه لم يمانع في ذلك هذا يعني ان سليمان وانصاره لم يدخلوا الميدان لم يدخلوا وقد لازموا السكوت حتى وصول الامام الحسين الى الكوفة ما كنت اخشى وقوعه قد وقع يا كيان وابن مرجانة هذا الماكر السياس سيستخدم سكوت سليمان وامثاله ضدنا عند ذلك يتفرق جمعنا ولا شك اسرع يا كيان هيا اسرع اذهب على الفور الى سليمان وقل له يا شيخنا المختار يسلم عليك ويقبل يديك ويرجوك ان لا تسكت فلو سمع العدو بتفرقنا تكون تلك كارثة ما بعدها كارثة وقل لمسلم ان يقنع سليمان وانصاره باي وجه من المجوه ليشارك في القيام فالسكوت في هذه الظروف يعني الرضا بموت المؤمنين هيا يا كيان هيا حسنا انا وجيشي باذن الله سوف نصل غدا الى الكوفة الى اللقاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اله يا علي من بحكمة هذا الحجر انت وهبت لهذا الحجر مقامه وجعلته ثمينا ومطلوبة وقد جعلت الناس يتواضعون له فاقسم عليك بما اودعت في هذا الحجر من الاعجاز ان تدفع عنا هذا الشر وان تفتح عيون الجهلة بقوة البرق الصاطع منه يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين الذهب امامكم انا ساشبعكم وقبائلكم من الذهب حتى تملأوا بطونكم منه بشرط ان تفرقوا هؤلاء المتمردين من حول مسلم اذهبوا الى شرفة القصر وتكلموا مع قومكم وبشروهم بالذهب مقابل الانصياع التام الى اوامريكم واخفوهم بجيوش الشام القادمة وقطع حقوقهم من بيت المال وكذلك قطع اعضاء اسامهم ونفهم الى الصحراء يا ابن الاشعث نعم ايها الامير وانت يا ابن شهاب خذا رجالكما وطفاب المعابر والميادين والمحلات وتكلموا عن الاخطار لتخاف النساء فيذهبن خلف رجالهن ليعدنهم الى بيوتهم وانت يا ابن ذيل جوشا فيذاك ابي وامي يا امير اذهب من باب القصر المخفي وارسل قومك ليندسوا بين المتمردين ليتظاهروا بتأييدهم ثم يوقعوا التفرق بينهم قل لهم ليدخلوا بين رجال سليمان ابن صرد الخزعي الواقفين في الزوايا على الحياة وليعمدوا الى نشر البلبلة بينهم وليثيروا التفرق فيهم سمعا يا امير وانت يا ابن حراء سمعا يا امير خذ فرقة من الشرطة وهاجموا بيوت انصاره المتشددين وعملوا على نشر الخوف بين عوائلهم لسيما قوم مراد وربيعا وهمدان لا ترحموهم هم؟ هم ليسوا من محبي عليم ابن ابي طالب بل نعوذ بالله يعبدونه فها انتم وهؤلاء المتمردون وهذا هو الذهب بسم الله يا ذester هكذا اختبئ 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 موسيقى موسيقى يا أهل الكوفة الشاميون قادمون على حرب المعارضين والمتمردين في الكوفة وقد أقسموا على أن يقوموا بتعذيب النساء وحلق رؤوسهم وأن يأخذوا الصبايا سبايا جواريا موسيقى يا أهل الكوفة يا أهل الكوفة إن الخليفة قد غضب على أهل الكوفة موسيقى موسيقى يا عقدات الحواجب والضفائر الطويلة والشفاه الزهرية الجميلة والخدود الممشوقة والخدود الوردية كالتفاح يا من تلبسنا ثياب الحرارية وتضعنا الخلخال يا نواعم الخلق من جمال ما صنعه الخالق يا لجمال كنا جميعا وآسفي وآسفي على هذا الجمال الرائع تصحكه الخيل بحوافرها اذهبنا هيا اذهبنا ولجمنا أزواجكنا الحمقة ثم اذهبنا بهم إلى بحر الجود والسخاء إلى أمير الكوفة ليسلموا صيوفهم ويستلموا الذهب الخالص سلم السيف واستلم ذهبا سلم السيف واستلم ذهبا سلم 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 السيف واستلم ذهبا 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 سلم السيف واستلم ذهبا 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 ما بالوا تلك النساء وكأنهن قطعنا سلاسلهم وما أدراني يا أخي لا علم لي فأنا أيضا أتساءل يا أخي كيف يرضى الرجال أن تخرج نساؤهم ليقرعن طبول العار والشنار على مرأة من الجميع لا بد من أن شخصا وراء هذه المظاهرة وهو الذي قد حركهن ومن يكون غير ابن مرجانة الآن قد أدركت كلام المختار يا ابن عوسجا لا يعرف مكرى ابن مرجانة إلا المختار ويا للأسف نحن لم نلتفت لتحذيراته علينا أن نسد المعابر كي لا يقتربنا من الرجال أبدا جيش الشام كذبة مفتوحة خدعة ماهرة يريدون أن يرعبوكم أنا رأيت قاصدهم بعيني يريدون أن يرشقوا المدينة كلها بالأحجار الملتهبة تعال لنذهب إلى مكان آخر تعال أنا ربيتك يتيما لتكون رجل البيت ولتكسب لنا لقمة العيش ولتكون عكازي تعال أرجوك يا ولدي تعال أنا لا أريد أن أصبح ثكلبا يا أمه أنا سيتي كيف كنت تترنمين بآيات نصة الدين في أذني والآن تقولين هذا ولا أزال أترنمها حسنا أنا أريد أن أجاهد الجهاد لا يتوجب عليك أنت رجل البيت الوحيد ونحن فقراء ولا أحد يساعدنا يا شكور سيعطونك وزن سيفك ذهبا يا إلهي لم أكن أحلم بهذا ستحصل على كثير من الذهب حتى دون أن تصاب وصوف أشتري عقدا عيب يا حبيبة اخفذ صوتك كي لا يسمعك الناس ويدحكوا ماذا الذي تقولينه ولكن شكور أنت وعدتني بأن تجلب لي عقدا من القصر بعد الهجوم ألم تعجني بذلك؟ هل نسيت؟ نعم وعدتك لكننا لم نهجم على القصر بعد ولماذا تدخل الحرب وتخاطر بحياتك إذن؟ لنسلم سيفك ونسلم وزنه ذهبا بلا حرب وأخطار ألا تستحون بهذه اللحة تصدون الطريقة على النساء؟ ألا لعنة الله على الشيطان أخبريني يا أختاه ماذا تفعلن وإلى أين تردن الذهاب؟ ميدان الحرب ليس مكانا للنساء ما هذه الفضيحة؟ عدنا إلى بيوتكنا ولا تثرنا الفتنة أي بيوت يا شيخ؟ البيوت التي أخذتم رجالها ليست بيوتا بل هي جهنم أنتم تريدون العروشة والسلطان ونحن علينا أن ندفع الثمن؟ لحظة لحظة ما معنى هذا الافتراء يمرأة؟ ألا تخافين الله؟ لا تجتمي أرجوكي اذهبي انشغلي بشؤونك الخاصة وتركي ما يخص الرجال للرجال يا أيها الناس رابكم أليس من يساعدني على هذه المصيبة؟ أريد أن أرى زوجي أريد أن أراه لكن هؤلاء العصاة قد صدوا علينا المعابر أقسم بالله العظيم إن لم تفتحوا لنا الطريق لكي تعبر النساء سأغنع لعباءة وأكشف لأسي وسوف أشق جيبي وسأخرج عالية وأفتحك أيها اللئيم ابتعد ابتعد عن طريقي اخجل أيها المرأة اخجلي لماذا أستحي عديم المرؤة؟ هل ارتكبت فاحشة؟ أنت عليك أن تخجل تعترض النساء بسيفك والله إن تجرأت ولمستني تنحوا أيها الإخوة فأنتم رجال وهؤلاء نساء مستهترات فلنجد من يردع هؤلاء النساء الصليطات حتى لا نبقي لهم حجة يتحججن بها علينا أمام الله إذا قتلوا ماذا أفعل بشيش أيتامك؟ إلا من أمد يدي كي أطلب لقمة خبز لأطهمهم هل لديك قطيع من البعيد كي لا أنحني أمام هذا وذاك؟ اخجلي يا امرأة اخجلي واحفظي ماء وجهك إذا لم أدافع عن دين الله فلن أموت هل فهمت؟ إذا لم تدافع أنت عن دين الله هل يضمح له الدين؟ كل هذا الخلق أن يدافع عن الدين ألا يكسر كنت لك كفا البشر يا أمير لقد أصابت سهامنا الهدف وهاجمت النساء وأزواجهن أيضا إن القوم على انهزام أيها الأمير استمروا يا ابن حريث استمروا بذلك في حرب المدن نصف الجيش من النساء والغلبة لمن يعبئ النساء ويدخل بهن الميدان نحن في مرمى رجال البرج وقد يسددون نحو نسهامهم من الأفضل أن نحتمي بشدار إنه وقت المغرب هيا بنا نذب إلى المسجد للصلاة الصلاة في أول وقتها لها فضيلة عظمى تعجز الملائكة عن إحصاء فضلها وحسناتها وقد حرمونا هذه الليلة من الصلاة في بيت الله يا إخوتي لنصلي معا لنصلي تحت هذا الصقف بسم الله الرحمن الرحيم أين القبلة؟ إن لها في هذا الاتجاه لا لا بل تمايل إلى الشمال شمالا أم يمينا؟ واقفون باتجاه المشرق وتتجادلون إلى أي جهة يكون القبلة في هذا الاتجاه يا إخوة المشرق هكذا أم هكذا؟ إن كان المرحاض في هذا الجانب إذن فالقبلة من هنا يا أمير لقد ذهب الجميع من الميدان ولا أحد فيه أشهد أن لا إذا يقوم ألم أقل لك إنهم سيهربون؟ المسألة كانت مسألة وقت يا ابن حريث الوقت ليل والطيور لا تطير في الليل إلا الخفافيش والبوم الذي ينعق في الخرب هذا السكوت والانسحاب سياسة مثل تراجع الذي يريد أن يقفز عرض النار ضعوا العسس والحراس في كل المعابر هذه الليلة يمنع النوم ومن يخرج من بيته فدمه مباح لكم نعم يا أمير قل لي يا ابن حريث نعم في أي اتجاه هي القبلة؟ 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 أظنها في هذا الاتجاه من أي جهة غابت الشمس؟ الشمس غابت من هذا الجانب إذن هذا الاتجاه هو المشرق يبدو أن أحدا منكم لم يصل تحت هذا الصقف حتى الآن فديتك أيها الأمير وعلى ما أذكر صلواتنا كانت دائما في المسجد مع الجماعة صدقتك إذن اذهب للمسجد وإذا لم يبقى فيه أحد من الغوغائيين صلي صلاتك هناك نعم يا أمير من يحتاج منكم إلى تجديد الوضوء فليفعل هل علم أحدكم جهة القبلة في نهاية الأمر أم لا؟ أنت صلي في هذا الاتجاه فإن كان خطأا فكفارتها في عنقي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر النية النية أصلي ثلاث ركعات المغرب مقتضيا بالمقتدى الحاضر الأمير عبيد الله بن زياد قربة إلى الله الله أكبر الله أكبر يا أشباه الرجال ولا رجال أرى أن نبقى في المسجد ليجعل الله لنا فرجه سمعت أن المختار الثقافي قد انطلق بجيش نحو الكوفة في محراب هذا المسجد خضبت محاسن عم علي بدم هامته وأنا سأهرب من قضاء الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى يجب أن أخبر ابن عمي الإمام الحسين أن الكوفيين لا يزالون كما كانوا في عهد عمي الإمام علي يجب أن نحذرهم من الاقتراب من الكوفة يجب أن نغادر هذا المكان يجب أن نرحل بسرعة لقد تمركز في جميع مخارج المدينة ولم يبقى إلا طريق النهر للهروب منه إذن نذهب عن طريق النهر دلنا على الطريق فأنت عارف به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة